تعالوا نبدأ اول حاجة بالكبسة عندي هنا لحمة لحمة اي حاجة بقى انتوا عايزينها داني كندوس بالعضم من غير العضم برحيتكو خالص وعندي رز بسمتي مخصول ومنقوع ومتصفي جزر مبشور بصر مبشور طماطم مبشورة بهارات كبسة من عند العطار لورة بودرة زعفران بودرة مستكا ملح وفلفل حبهان بودرة قرنفل لومي اللي هو اللامون المجفف عود قرفة ولوز محمص للتقديم فين اللوز يهود شكرا هناخد زيت طبعا تقدروا تستخدموا زبدة اذا حبيتوا هناخد هنا زيت بسم الله الرحمن الرحيم معلقة كبيرة زيت هاخد اللحمة بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما سخنتش خالص خالص تماما نحط طيب البصل نحط عليه التوابل قادي اللورة وهعمل حسابي مع وانا بحط التوابل اللحمة والرز مستكا قرنفل لومي حبهان بوهرة كبسة عيدان قرفة نعيانة مش صايمة بس صايمة عيانة كومبو الله يسلمك بحاول انزل حتة حتة من اللحمة علشان ما نزلش الحرارة بتاعة الحلة والزيت مرة واحدة طيب بحاول ان انا ايه كده بتسلم عاكو كده بنحطه واحدة واحدة علشان ندي فرصة للحمة تاخد حرارة مظبوط والزيت كمان حرارته متنزلش مرة واحدة وححط كمان ملح وفلفل طبعا على تدبيلة البصل اللي احنا حطينا عليها كل التوابل هنضيف دلوقتي ملح وفلفل كمان قبل ما ننسى حطينا كده اللحمة وتبلنا تدبيلنا البصل بالاورة وحبهان مستكا اورونفل لومي وبهارات كبسة في ناس بتحط بهارات كبسة بس معلومي وعدان الارفة اوكي ماشي انا دي الطريقة اللي انا بعملها بيها وبتطلع حلوة جدا فهي دي الطريقة اللي انا معتمداها يعني لكن طبعا كل واحد وزوقه هحط هنا برضو الملح وخلوا بالكو برضو ان انا بتبل للحمة وللرز وهحط الفلفل الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعمل لكم الرز بالخلطة والشركسية وكل الوصفات اللي اطلبت مننا على التليفون هتتعامل عملي بامر اللي ايه؟ ناخد بقى كده البصل بكل التدبيلة ونحطه هنا مع اللحمة اللي بدأت تشد على النار وهقوم منزلة عليهم الجزر هاخد البولة اللي كان فيها البصل مع التوابل هحط فيه بودرة الزعفران وهتديله شوية من المية السخنة بسم الله الرحمن الرحيم نخلي المية عشان هنستخدمها ونشيل التوابل حطينا كده البصل حطينا التوابل مع اللحمة والزيت وحطينا عليهم الجزر كمان هبتدي اقلب بقى خلاص انا كده ايه؟ مطمئنة ان الدنيا ايه؟ حرارتها مظبوطة ابتدي اقلب انزل عليهم الطماطم المبشورة وانزل عليهم المية اللي فيها بودرة الزعفران واقفل الحلة يا ندى عشان عايزة ااخد غلوة للحمة علشان طبعا اللحمة مش هتاخد نفس مدة الرز هتاخد اكتر فلازم اغليها غلوة الاول وبعدين ابتدي اصقط بقى الرز وكمل اولا اللحمة اهي دخلت في التسوية ثانيا شوفولي كمية المية اللي نزلت منها علشان كده الكابسة ما بنحط لهاش نفس مقدار المية بتاع الرز البسمتي العادي اللي هو لكل كباية كباية ونص من المية او كبايتين حسب نوع الرز لانه في لحمة هتنزل ميتها وفي خضار هينزل ميته يبقى هنا كده دلوقتي حسقط بقى الرز بسم الله الرحمن الرحيم قاعد يا بابا عالكاميرا بتاعتك بقى قاعد ما تفرهضناش نعينا ومش نقصاك قلبنا الرز كده اهو مع المقدار وشكرا وبعدين ننزل المية صبر من عندك يا رب كده احنا عملنا الكابسة وحنسيبها تكمل سواها زي ما انتم شايفين كده اهو لحد ما تكمل سوا خالص وبعدين تتقدم مع اللوز ورشة من البقدونس وشكرا تستبدلوا اللحمة بسمك او بفراخ ماشي الحال اشتركوا في القناة